السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا خامس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درسنا اليوم بيحكي يا خامس عن أحكام النون الساكنة والتنوين اللي هو الإضغام افتحوا معاي صفحة 62 أخذنا في الدروس الماضية عن الإظهار اليوم درسنا بيحكي عن الإضغام تعالوا نتعرف ما هو الإضغام وكيف نميز أحرف الإضغام وكيف نخرج الكلمات التي يوجد فيها الإضغام نبدأ أستمع وألاحظ قال الله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا قال الله تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا قال الله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم قال الله تعالى سمعت معلمي يلفظ من ربنا من ربنا ملاحظين أني أنا ما لفظت حرف النون حرف النون هون أنا لغيته حطيت مكانه بس حرف الراء طلعتني متواصلة مع حرف الراء فهون بيحكي لك يا طلاب بدمج حرف النون الساكنة مع الراء وإقرأ بكرة وأصيلا بكرة بدل بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا بدمج التنوين مع الواو وقرأ أشتاة ليروا أشتاة ليروا بدمج تنوين اللام يعني لاحظتوا بدل أشتاة أشتاة أني أنا بدمجهم أني أنا بحذف حرف بوصلوا بالحرف اللي جنبه تمام نكمل وبدمج التنوين مع اللام قال تعالى فمن يعمل بدل كلمة فمن يعمل فمن يعمل بدمج النون الساكنة مع الياء وهذا ما يسمى الإضغام أعرفت شو هو الإضغام أني أنا أدمج الحرفين مع بعض أحذف حرف وأدمج حرفين مع بعض هذا اسمه إضغام عشان أعرف كيف أنا أعمل الإضغام فهلأ إحنا رح نتعرف على أحرف الإضغام وعلى تعريف الإضغام أتعلم الإضغام إدخال النون الساكنة أو التنوين في حرف الإضغام الواقع بعدها بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالحرف الثاني وحروف الإضغام هي يارا ميم لام واو نون وجمعها العلماء في كلمة يرميلون فأنت يا طالبي إيش لازم تعمل بدل ما أنت تحرف حرف حرف احفظ كلمة كاملة يرميلون لما أنت تحفظ كلمة يرميلون وبتعرف كل حرف كلمة يرميلون وحرف من أحرف الإضغام نكمل الإضغام نوعان واحد إضغام بغنة وحروفه ياء نون ميم واو إضغام بغير غنة وحروفه رام ولام يعني الغنة يا ميس الغنة اللي بتخرج من الخشم يعني بتحس حالك كما أنت تحكي حرف النون هي بس ما يعني ما بتقدر تلفظها بس من من فمك لا وما بتحس إن وسلسانك طلع عفوا لا لا لحلقك لا لا أعلى صقف فمك صح ولا لا ما تجدكي إن بتحس كمان في أنفك هنا إش يتحرك فالحركة اللي بتكون في الأنف هاي الغنة اللي بتكون في الأنف هاي هاي هي اسمها الغنة يعني الصوت هادا اللي بتطلع اسمه غنة تمام فعندي أحرف بغنة وأحرف بدون غنة فهدول ضروري إن إحنا نحفظهم الرا واللام من دون غنة احفظوهم كويس واليا والنون والميم والوا بغنة تمام نكمل أتدرب أستمع لمعلمي وألاحظ الفرق بين الإضغام بغنة والإضغام بغير غنة يلا سوا عفوا واحد قال الله تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه اتنين قال الله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض